بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون الله سبحانه وتعالى يبشر عباده دائما بما فيه صلاحهم ويدلهم على ما يحقق مصالحهم والله سبحانه وتعالى يضع للإنسان عديدا من الحقائق إذا أدركها الإنسان صار في دروب هذه الحياة بتعقل وصار فيها على ضوء ما أوضحه رب العالمين سبحانه وتعالى من هذه الحقائق الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان فقال سبحانه جل في علاه آمنوا بالله ورسوله ثم أردف الحق سبحانه وتعالى بعد الأمر بالإيمان أمرا بالإنفاق فقال جل في علاه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير كل مؤمن يؤمن بالله حق الإيمان يعلم أن الملك كله على الحقيقة لله جل في علاه وأن العبد مهما آتاه الله تعالى من الأموال ومهما آتاه الله تعالى من الجاه ومهما آتاه الله تعالى من السلطان ومهما آتاه الله تعالى من النعم فإنها على الحقيقة ملك لله جل في علاه والإنسان إنما هو مجرد مستخلف في هذا المال مستخلف في المال أي أن الله سبحانه وتعالى استودعه هذا المال فليس المال ملكا لأحد على الحقيقة وإنما الناس فيما يملكون مستخلفون في ملك الله جل في علاه هذه هي الحقيقة التي تظهر لكل لبيب من قول الله جل في علاه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير هكذا يجب علينا أن نعي وأن ندرك هذه الحقيقة فإذا أدركنا هذه الحقيقة أدركنا أن الإنسان ليس حرا في ماله يتصرف فيه كيفما يشاء وإنما المال مرهون التصرف فيه بإذن صاحبه وهو الله جل في علاه فهناك أمور أباح الحق سبحانه وتعالى لصاحب المال أن يتصرف في ماله فيها وهناك أمور منع الله سبحانه وتعالى من أصحاب الأموال أن يتصرفوا في أموالهم فيها فأمر الله سبحانه وتعالى عباده بإخراج الزكاة فيجب عليهم أن ينصاعوا لأمر الله وأن يلبوا نداء الله ونهاهم سبحانه وتعالى أن يخرجوا أموالهم وأن ينفقوها في الفواحش وأن ينفقوها في الأمور التي نهى عنها رب العالمين جل في علاه فيجب على كل مؤمن بمقتضى إيمانه بالله وبمقتضى إيمانه بأن المال مال الله جل في علاه وأنه مجرد مستخلف في هذا المال يجب عليه أن يأتمر بأمر الله جل في علاه وأن ينتهي عما نهى الله جل في علاه في شأن تصرفه في هذا المال الذي آتاه الله إياه ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى توعد الذين يكنزون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله لأنهم عطلوا ما أراد الله جل في علاه فقال الله جل جلاله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون لم يخلق الله سبحانه وتعالى هذا المال ليستأثر به أناس ويتجبروا به على خلق الله جل في علاه وإنما الله سبحانه وتعالى استودع هذا المال في يد عباده ليكونوا خلفاء لله سبحانه وتعالى فيما استخلفهم فيه وهو هذا المال فينفقوا منه على عباد الله جل جلاله قال الله جل في علاه قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما عندكم ينفد وما عند الله باق خزائن الله جل جلاله لا تنفد فمهما أنفق الإنسان من مال الله جل في علاه فالله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا في ماله وفي نفسه وفي أهله وفي ذريته نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن جعل الدنيا في أيديهم ولم يجعل الدنيا في قلوبهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمر أنفسنا ومن أمر أهلنا خيرا اللهم آمين هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين